المترجم للقناة اه؟ شو بدي اسمعه؟ انت بتعرف شو معنا خطبة؟ شو معنات خطبة؟ اطلع المريك ولا اشتري نهر الامازون؟ يا عدم مالك دخل خلاص هو عم اعشر حاله فيني ترات اخوك وسمع مني، خبيني لي يا أمي عم بقول انا بدي اخطب وين الفراط؟ عم بطلب شي حرام؟ لك شلون بتفكر بالخطبة والاجواز؟ ولسه اخوك الكبير ما فكر يعملها؟ يروح ويخطبه التاني، مين ماسكه؟ انت، انت واخواتك اللي ماسكينه هلا بدك ضايت حمليني مني تقيمة الزقوم اللي عم اتوكارات عبر البيت؟ انت اللي خليتني حملك مني يا ستي انا ما عم اطلب منكم شي ما عم اطلب منكم غير انكم تروحوا معي لعند البنت نطلبها ونلبسها خاتم اه ومعك حق خواتم؟ هلا يا أمي وقفت شغلة على حق الخواتم؟ بعدين انا مو بس عم اخته انا عم ارفع رأسكم بين الناس اخي ارفع رأسك لحالك وتركنا بحالنا نحن ما حراسنا بين الناس عاجبنا يعني انت كل عمرك بتوقف ضدي ليش لهلا ما بعرف وانت طول عمرك ما بتفكر غير بحالك وبس هلا انا لما عم اخطب بنت ترفع رأسكم كلياتكم كون عم افكر بحالي وبس شوف سامير هالحكي ما منه فايدة لا تفتح لي سيرة الخطبة قبل ما تتخرج وتتوظف وطعبة دراتي يا أمي خطبة خطبة بس لا خطبة ولا حتى حكي بخطبة لك يا أمي انا لك الخطبة بتكلف بتكلف لك ابني بتكلف والله العظيم والله العظيم ما بخلي الرياضي حط قرش واحد على هيك شغلة ما بيكفي انه معا ما يقدر ينام الليل من همه عليكن يا أمي فهمي علي بس هاي البنت لقطة لقطة وما بتتفوت ابقى القطة لحالك واذا بتفتح لي هالسيرة مرة تانية ما بتعرف شو بصير قا شو بيصر لي يعني تقلقيني من البيت خلصنا بغا خلصنا تريك أمه دحالة واذا بجلب لو ترفق إيدك علي المرة ثاني بيكسر لك يا عبا بفيصول لك طاء مقا موقع شوها شو فيه اهليين ماما مفي شي اخواتك عما يمزحوا مع بعضهم بس شو مزح غليص روح تقبرين روح لطلع ابريق الشاي على الغاز جاي على البالي قشاب مع الكاسة الشاي روح ماما طيب ما بدي اسمع ولا صوت وانت التاني ما بقى تفتح السيري ها لفه ليش بابا عم انك مريض بعض ومتفاهمي للساعتك سنة اولى جامعة بنتك تنخطي وتتجوزي قبل التخرج لا في خطبي ولا في جواز كنت متوقعتك تفرحلي انا بنتك الوحيدة اللي ما الك غيره انا رفقتك بهد البيت وبتحكي معي هيك يا بابا هالعصر مو عصر رمي وجوليات وقيس وليلة الزواج بهالعصر لازم نحسب له ألف عساب منشان هيك بريدك تنتظري لتتخرجي حتى ما تغلطي حتى ما تراجع نفسك بعدين وتندمي وتقولي يا ريت هالجوازي ما تمت انت عم تحكي هيك بعد عشرين سنة انا تركيني تركيني المهم انت بابا اذا بتحبني بس شوف الشاب وحكوه معلي وبعدين قرر انا بقبل بحكمك اذا بل ما اشوفه ويشوفني بدي سريكم سؤال اعدي سأل بابا انت لي لساة وطالب بالجامعة ما هيك السنة بيتخرج معه مصاري اهله فقرة بتعرفي شو معنات فقرة يعني ما بتجوزني إلا لواحد غني انا ما قلت هيك هذا احد امرين يا اما بده سبعة اثنين ليكون نفسه ويصير خرج الجواز يا اما يا اما شو طمعان بمصريات ابوكي ممكن تقلي لي غير هيك ما نو طمعان يعني بدكن تخط ببعضكن سبعة اثنين مستعدة انتظره اذا ننتظر امك لترجع من فرنسا ونحكي الموضوع قدامه يا بابا ليش لا ننتظر ماما لترجع بلك طواليت قرر انتهى اللب ياللي رح تنتظر سبعة اثنين ما رح تقدر تنتظر اسبوعين ثلاثة يا بابا انا اصدي انه ملد شو اصديك بصراحة ما بدي ياك تنتظر ماما ولا ناخد رأيه ليش بابا دانه مرح توافق ايه وانا مرح توافق ايه بس هي مرح توافق لانه بدان يسافر على فرنسا لعند اخي واذا انخطبت هون رح ينقطع اماله بالسفر هالحكي مرح يخليني وافق على هاي خطبه الاصول اصول وانا ما بقدر اعطي رأي نهائي قبل ما ترجع امك وتسمع الكلامه خسينا هاي مفتاح البيت خضي بابا خذي بابا خدي بابا خذي بابا خذي بابا بابا خليك عند حسن ظني فيك تمر بابا يا أخي شو صار بالمواد اللي بصيناك عليه هو أنا شو بستفيد إذا قلت اللي جاهزين؟ من يومين دفعنا لك حقهم مشان شغلنا ما يتعطر وينك؟ هلّا بتحطهم بسيزوكي وتبعتنا إياهن على مستودع دارية إيه؟ وبتسلم لي إياهن لرياض الناعوري بالذات مع السلامة يا إسامية الصباح الخير أبو عمر صباح الخير أتفضل عندي شوي حاضر ابو محمود نعم بتاخد الظرف وبتسلمه للمهندس حسن نعم والله يفضل عليك عمل لي فينجان قهوة إن ما تروح نعم عود سمير جميل النعوري، ليش ممسجّل شقب اسم أخوه ورياض؟ قلت له بس ما رضي وأنا ما رح وقّله عقد البيع اسمح له ترجع بكلامك يا أبو عامر، المعامل يصار الجازي هو اللي رجع بكلامه وخبره إنه بطلنا نبيعه ورح بكتب له الشيك بالرعبون اللي دفعه طيب اتصل لك فيه وأعرف شو رأيه؟ أنا ما بحبي اللي بيخلف بوعده بجوزي كله وجهة نظر، خليني اتصل لك فيه ألو، مرحبا سيد جميل، الله يعطيك العافية اي 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 أنا سميح، أبو عامر حبي بيحكي معك، تفضل جميل، ليش خلفت لوعدك بالنسبة للشقة؟ يا أبو عامر الرياض تنح، تنح وبيتحسس دغري، ما حالك تعرفه؟ لك إذا سألته شو أخبار الوالدة، بيفكر إنه رحطيها صدقة؟ شلون ما قاله تعخذ ربح شقة؟ ها؟ أمي؟ أمي رأسها عبس من رأسه، شلون لك أنا سادري إنك أنت اللي آي اللي؟ أولي بيجي لنا أكتر جميل، مهما حكيت، ما بوقع لك العقد إلا إذا صار الاتفاقنا عليه بقى كيف تدبر رأسك هذا شغلك؟ يا سيدي رح أعمل لك شالي أحلى من هيك؟ رح أجهز له شقة، وأكسيله إياها كسوة إكسرا دلوكس، نير؟ وسجله إياها هيبة هيك، إلا ولأمه، بس اختوّر بالك، لك صبور عليه شوي لحتى ما هيدي الجو؟ طيب طيب، موافع، وأنا رح أساعدك بي الموضوع شكرا يا أبو عامر، أمير لكان بكرة بتمر على سميح وبيخلص لك المعاملة، مع السلامة دفعتم؟ دفعنا يعني أمشي بالمعاملة بكرة؟ أمشي شكرا يا أبو عبد العزيز، أهلا وسهلا إذا تريد مفيد عبد العزيز بأي قوضة؟ غرفي 456 أهلا وسهلا بوسينا، ما هيك؟ تفضلي ما شاء الله يا بنتي، كبرت وصرت صبية حلوة، ما في بوسي لأمك؟ شو اللي جابك بعد كل هالسنين؟ إجيت شوفك وعيش معك تقبريني ياريت هالكلام كان من زمان وهيك البنتي بتحكي مع أمه؟ إش أنت إمي؟ أنا إمك وأنت بنتي، بس أنا ما بعرفك وشيك نسيته، صوتك، ما عد تتذكره إنتي عرفتيني هلا وقت شفتيني؟ نتعرف على بعض، وقلت المثل، الدم ما بيصير مي ليش تركتيني وقت كنت طفلة صغيرة؟ أنا ما تركتك، أبوك هو اللي طلقني لا تحكي على أبي، أنا بعرف كل شي سمعت منه، وما سمعت مني مهما كان، ليش ما حاولت تسمعيني؟ ليش ما جيتي لعندي؟ كنت ضميتك وحبيتك أنت بتعرفي شو معنات الوحدة تكون عندها أم؟ عايشة وهي ما بتعرفها؟ بس هلا أرجعت لك ياريتك ما أرجعتي يعني خجلت فيك مرتين أول مرة يوم تركتيني وأنا صغيرة، والتاني هلا بس رجعت لك يا بنتي تفضلي، هادي المفتاح وعنوع البيت اللي يستأجرلك يا أبي أنا كل شهر بيجي لعندك بجيبلك مصروفك منه بس قوعك تتصل فينا على البيت قوعك خالتي إم عامر تدرى أنه أبي عم يصرف عليكي موسيقى 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 خير إن شاء الله يا أبي عمر، بعاتت جبتين من ورشة إلي معك حديث مور؟ أخوك جميل، اشترى مني من مشروع دارية عشر شاء وأنا عملت له تسهيلات بالدفن يا سيد الله يعرف فيك، كل عمرك مفضل انت يا أبي عمر بس بريدك الطيع وتسمع كلامه كمان ما فهمت لأنه رايد يشتغل شغلي لمصلحتك ومصلحت والدتك لا تأخذني عميب عامر بس أنا ما بحب يحكي مع حدا على مشاكل مع أخي أنا بعرف مشاكلكم ولا تظن أني عم بتدخل فيها بس أنا رايده يكرم والدتك شلون يعني شو بتقصد المفروض ما نتخازل سوزان نحن لازم ندافع عن حبنا ولازم نجبر أهلنا أنه نوافق على الخطبة أنا حاولت مع بابا وما وافق تحجج بماما لأنه بفرنسا شو رأيك نأجل خطبتنا لبعد ما نتخرج شو بك سوزان من أول عقبة بدك تراجعي سامر أنا ما تراجعت لكن شو هالحكي طيب شو نعمل أهم شي أنه أنت تشتغلي من طرف وأنا بشتغل من طرف كيف؟ شوفي خلي أبوكي رجع أمك فورا من فرنسا وبس رجعت أنت بتحاول تقنعيها طيب إذا أنا أهلي وافقوا أهلك توافقوا المهم أبوكي إذا وافق بتصير شغلتنا سهلة وأنا بدبر أموري مع أهلي قومي هلأ لوين لكن روح نشرب بنا شغلة ولا نشوفها لإيه شاي مثلا شاي يا رياض لازم توافق هاي أمك طيب أمير أنا ما عندي مشكلة بس اللي بدي أكرم أمه ما حدا بيمنعه جروح يزوره يلا يا أمي أنا بدي أعمل كيت وكيت بس أنت عم ترفض أنا ما عم ترفض يا أبو أمير أنت ما بتعرف أخي جميل هو بيتحجج فيني حتى يتهرب من مسؤولياته لكل حال المي بتكذب الغطاس هاي ترفون قدامك اتصل فيه خليب ورجنا كرامو يا سميح نعم أبو عادر قول لي جميل النعوري يجي ويسجل الشقة باسم أمه متل ما وعدني إذا يا سمي أبو عادر كل شيء ساب قول لي يجي وينفذ وعده وأنا بيدفع تكاليف نقل الشقة لازم أمه شور عياك ما نشوف طيب خلينا هلأ نحكي بالشغل بالمشروع بقى اللي بيتك يا أنا جايزة بسمراء بدي ياك تروح مائم شو أنتخطب لي حلو من هلأ بدك تخطب قول ليشو فيها ما فيا شي وليش ما أخدت معك أمك وأخوك رياض موهنة اللي عاملين عليك أبو أم أمك رفضت الموضوع رفض نهائي إذا بتفتح الموضوع مرة ثانية ما بتعرف شو بيصير هي هيك قالت لك وأكتر من هيك ورياض لا أمي حكيت معه ولا أنا استرجعت أحكي معه طيب ميني صاحبة الحظ السعيد بنت لقطة مرحبا بابا أهلي بابا فضل ارتاحي بابا شو رأيك نتلفلنا ماما وناخد رأيها بالموضوع بطير مستعجي على الخطبة وطايرة عقلة فيه كمان مو بس هيك أبوها متلتل بالمصاري يعني ورتان عن أهله مصاري ما بتاكلها النيران بعدين وينا أخوها اللي بفرنسا ما حيرجع لهون بنوب يعني البنت بعد عمر طويل كل شي عين عليك عرفت تنقي يا ضرصان عرفت تنقي فرح تروح معي على الخطبة لما لأ لك شو ما بروح أنا اللي بروح بابا ليش ما عم ترد علي فضل ما نحكي معها وننتظر طيب ليش فهمني خلينا فكر المسألة ما بدك لها التفكير لك شو ما بده مصاري لك هاي بنت الدكتور عقيل شو نسيت لا ما نسيت بس يعني كنت بس شو يعني كنت نفكر إنك تساعدني بساعدك بساعدك أنا طبعا بساعدك بس يعني أنا شو بقدر ساعدك اشتري لك خواتم خطبة اعمل لك حفلة مطنطنة هذا كله ما بيكفي يا سامي لك الزواز بده مصاري فهمان شو يعني مصاري هلا بس ينكتب الكتاب بتتحلح الأمور وبصير أنا صهر الدكتور عقيل يعني من بنته كلمة من صهره كلمة بيفتح كيسه وبيدفع وإذا طلع أبندع منك بترك وبمشي غبي وبتضيع لحالك فرصة عمرك ما هيك؟ قلوك هاي بنت لقطع بنت الدكتور عقيل إذا مو هلا بعدين بعض أمر طويل قلوك شو بنا؟ شو نسيت؟ طيب شو عمل؟ بمصاريك بمصاريك بتعمل كل شي بمصاري؟ بالخمسمائة ليرة اللي عما يشحدني ياهو الرياط؟ ولا بالمئة ليرة اللي عما نصة من حامي؟ نسيت إنك بتملك قريب المليون؟ بابا اطوي هالموضوع لأك اطوة أم passive اignment شبت شامة الرياط ككمة أعلم؟ أستعلم؟ أخوك ارياض وأمك يطير عقلهم إن كانا sag我要سكي في البيت ليس مين تخبرك أنت بالموضوع؟ تنزل معي على السجل العقاري بتبيعني حصتك وبتاخد مليون وإذا بتقنع حامد يبيعني حصته بيكون أحلى وأحلى أنا أحكي مع حامد في هذا الموضوع أعوز بالله الحكي مع رياض أهوان بلا حامد لك أخي أنت بيعني حصتك وأنا بحكي مع أختك نجوة وبقناعة تبيعني حصتك عدم مؤخذ أخي بيسألك سؤال يعني شو اللي ذكرك هلا أنك تشتري البيت بقصد شو اللي خلاك هلا تفكر لأنه كل شي بيوقته حلو بقصد يعني انت شايف أنه وضع أهلك صعب ممكن يبيعوك البيت بسعر رخيص لا تنقر يا ولاد ايه واخر من وقت ما توفى المرحوم أبوك عرضت على أهلك اشتري البيت مظبوط بس كنا صغار أخي وهلا أكبرته عرفت بقى ليش إجا وقت بيع البيت حبيبي ايه بس ما حدا بيوافقك لك أخي بيشتري منك انت وما عليك بالباقي شو؟ شايفك كنت؟ شايفك كنت؟ على كل ينفكر بالموضوع ورد لي خبر ماشي شكرا 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 من هوات؟ هذا أنت سيد رياض؟ يعطيك العافية الله يعافيك شو اللي جابك بهالليل؟ لا ولا شيء شو اللي جابك اتمنى أن تتمنى على تلك المستودع اتمنى أن تتمنى على تلك المستودع أنا جاهز له حتى لو أنت تقربت يا سيدي الله يعطيك العافية لا أعصد شيء أحتاجك شيء؟ الله يعافيك لا والله السلام عليكم وعليكم السلام مين عمد تسلم هالوقت؟ عم؟ أهلي؟ ايه هون؟ لحظة؟ هاتي مو قلك التليفون؟ لا كان لمن؟ لأبو سينة ايه مين عم يتصر بأبو سينة بالولد؟ ألو؟ طيب طيب لاحظة يا أبو سينة جاي بابا جاي أبو عامر شو القصة؟ ما في الشيء بابا أحكى على التليفون أنا بابا؟ بهالوقت؟ لا تكون غلطان ألو؟ هيك بصير لك بنتي؟ تاركتيني لحالي؟ طقت روحي أنا يعني حرام إذا زرتيني؟ ولا أبوك يعلمك الأشوى عليي؟ طيب طيب خلاص خلاص بكرة بمر لعندك مع السلامة مين هاي؟ هاي واحدة رفقتي ومش تقتلي كتير بس ما لهم بالعادة رفقاتك يتصلوا بهالوقت معك حق بس هي داية أخلاق كتير وحبت تحكي معي بابا جبلك شيء؟ لا ما بدي شيء ولا قليك إذا عندك قطع تقاتو ما بقول لا طيب الله يلا جاي شو قصتك انت وبنتك؟ هالتليفون خربتكم وخلاكم تتبلكم تشوفي أبو عامر؟ ما في شيء بس أنا ما بهم حدا يتصل فينا آخر الليل إذا بتطلي حردانة ونبوز ما من هلأ للسنة ما رح عطي رأيي أب ما ترجع أب ما تنفرازها طيب بابا خبرها إلا تجي أو خد موافقتها على التليفون قلتلك من انتظر إلا تجي لو كان إياد محلي كنت خطبت له ووافقت له على البنت اللي بديها شو دخل إياد بالحديث؟ دا إنه إياد شو ما كان يطلب منك أن تتوافق له عليه حتى لو طلب لبن العصفور يا ستي طلبي لبن العصفور والزرزور اللي جبلك ياه بس هاي خطبة خطبة مقطع بسكويت لو كان هون وقالك بده يخطب هو لسا تلميز كنت خطبت له جو وسطو كمان لا ما بوافق إذا جابي بنت من هون ولا من هون بس أنا ما عمجب لك شب من هون أو من هون أنا اللي حكيت لك عنه تلميزك وأهله ناس قوادي ما بدي أعرف إنه هاد اللي أخد لك عائلك قبل ما أعطي رأيي نسأل عنه عن عائلته بعدين شو اسمه؟ اسمه سامر نعوري اها ايوه اهوا مو ه datasets square هو ضد المساعدة اللي بدي كان يساعده؟ هو بابا مو طالب ممتاز عندك ممتاز م قال نا شي بس مبعرف عن نا شي لكن بعرف واحد رجل أعمال اسمه جميل نعوري بيعنا project اخوه بابا اخوه اه و شو قال لك؟ صفا وراحواويجا وراحواويجا وظل يروح ويجي ويروح ويجي ويروح ويجي بعدين ايه قال لي مابدئيا خلي يجي هو اهله بس زيارها وبس تجي املك من السفار محكي بموضوع ها لك شب أنا سامر تحوى قال لي حكي ابوكي بضحي اي بفرح ليش بقى الا انه يعني انه انحلت مشكلتنا بلشنا نخطي اول خطوة لا انتي السادقة مشكلتنا بلشت تتعقد كيف لانه اهلي مو ممكن يجو بنوب ليش امي رافض الخطبة نهائيا ومو مستعدة تسمع ولا كلمة واحدة بالموضوع بعدين انا ما حكيت مع رياض شكيلو هلا بدك يا انا اعلق بلسان امي اذا حكيت لرياض امي بتجن حامد 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 لاطا صبت باطون راس يابس بعدين ما بيخالف رأي امه واخو رياض طبعا ها انت عم تقوله معناته لازم تحكي مع رياض وتقنعه حتى لو حكيت معه ما راح يمشي الحال هلا مو انت قيل تقوله رجال كتير ظريف مظبوط رجال كتير ظريف بس كمان ما راح يمشي الحال تعرفي ليش لان ابوكي بيعرف اخي جميل وجميل ما بيلتي ايه ورياض فانت علي لك طيب طيب شو الحل بابا بتقوله عاقبه لك فسريها المهم اذا ابي بتزاعل مع مرتو كرمالك راح ابطل ايجي لعندك رياضي ربتلك يا هم المصروفي خاطرك الا ماك الا ماك رفع أحد كما تكبه رابط المصروف رجال رجال مؤمن رح lá رجال تفضل موسيقى 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 خيال، شوفي امي امي، انا جيت صالحك وكسب لك تأخرت كتير يا جميل يا أمي أنا تأخرت لأنه أنت ما بتحبيني لأنه أنت ما بدك يعني لك ما في أم بالدني ما بتحب ابنه وما بتشتعله عشر سنين وأنا أقول لحالي هلأ بيجي جميل وبيقلي يا أرسام حيث أنا غلطت بحق لك وحق لأخواتي أنا ما غلطت بحق حدا ولا أكلت على أخواتي مصاري أنا مالي عم بحكي عن المكتب والمليون ونص أنا عم بحكي على ابن نسي أمه عشر سنين طيب يا أمي أنا أنا هلأ جاي صالحي كيف جايتي لعندك ما بتكفي إذا ضليت فوت واطلع على البيت اللي ربيت فيه ما بيكفي لا ما بيكفي البيوت مو حيطان وفوتة وطلعة البيوت حب وتفاغم ومودة مع الناس اللي ساكنين فيها أمي أنا جاي تحمل مسؤوليتي لا تسأليني كيف أنا بعرف أنكم متدقيقين وبتكون مصاري لاتغطوا مصرورة في البيت وأنا مستعد ساعدكم وتسجل علينا يلي بتعطينا براحكي أمي خلاص أنا قلتلك بدي ساعدكم يعني بدي ساعدكم يعني بدي عودكم عن كل شي راح كيف؟ مش تي يقلك جميل، أنت ما بدك أولاد ولا في شيء؟ يا أمي، فحصت حالي، والداويت كثير، اللي هلأ ما في أمل، شو عميل؟ ليش ما صارحت مردة؟ حاولت صارحها، بس ما قدرت، قلت لحالي بجوز مع الأيام يكون في أمل خليني أعمل لك قهوة لا، معلش يا أمي، بلا مستاجر بتديرو على شغلية إذا سألتني مرتك شو بدي إلا؟ ما تقولي شيء، خلص، ببريق معرفته، ولو تعرفي يا أمي، يعني أنت بتحرقيلي قلبي ها؟ أولادي ما حتشو فيهم، والرياض حيتأخر لبنما يتجواز بقيان سامر، ليش ما بتوافقي على خطبته بتجوزي؟ وانت شو عرفاك؟ هو حكالي يا أمي، لبنت ميحة وبنت عائلة وأبوه الرجال محترم لسا عطو صغير مو صغير صار شاب؟ يعني معقولة يخطب ويتجوز قبل الرياض؟ لك يا أمي، انت ليش هيك بتصيري؟ بسأل لي يا أخي الرياض، أكيد ما عنده مانا حامد، لا تكبر كلامك لا أساس علي، أنا صرحتك لأنك أخي، يعني مشال تساعدني لو كنت بتعرف معنى الأخوي، كنت فكرت بأمك وبي أخوك الرياض، وبالخطبة وبالجواز لك يا أمي، انت لجم حملتها كالداد؟ شو فيها زي فكر بخطبة وبالجوازة يعني؟ يعني انت موافق؟ عم تقولي بنت ظريفي والله رجل محترم، ليش لا؟ طول عمرك كبير شو عم تكبرين يعني يا هيفا خانو؟ يو، مويك قصدي بنو يعني هلأ زالت لك بدي أخطب وتجوز، ما بتلي لي ختيارات؟ عوز بالله، لست تكشب وتأخذ العال بس بدك المصبوك، هلأ بحس حدي ختيارة؟ تقبرني من الهملة اللي حاملوا ليس، قومي شوف ساكر خليكم، أنا بجيبه لعندك، الأصول الأصول حاضر 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 جال محضر صحيبة مالكة إماك لك مبروك بكير على المبروك أخي ليش بسبب أبوها ما وفق ما وفق كيف لك أن تحكي بالخطبة يعني هلأ لازم نحن نزورهم وبعدين لو ما تيجي إمهم من فرنسا بيعودوا بيحددهم معنات أن نعمل من الزيارة نحن نأخذنا شيئا بطريبا ما أصبح لبنى؟ ما زالة؟ بحيك زيارات ماما وماما بيأخذوا هدايا طيب، نأخذ ورد إنتا بتحب نعمل الزيارة؟ أريد أن أسألها بالأول بس 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 يعني كنت عفكر أنه نأخذ أخي جميل معنا فنت عليك وانت؟ معلش ماما خلي أخذ جميل معه بيضل أخول كبير المهم يضل سايمين رضيان لا، أنا يعني ما بقصود ماما إذا سمحتي ماما عنين لنشي الشغلة هيك نشربها بها المناسبة؟ حاضر بس بخ Rule أعنب أخي لا تناقشني هذا الحكي ما أنا وانتقي هلأ صلت تخجل بأخوك رياض وترفع رأسك بجميل؟ ولك جميل أخي الكبير شباك هلأ صار جميل أخوك؟ شوف، إذا ما راح رياض أنا كمان ما بروح وأنا ما نريح لك إمي ليش هيك عم تساوي معي؟ ولك إنت ليش هيك عم تساوي معنا؟ صحي إنك قليل زوء؟ لك شو باكون؟ لك شو غيرانين مني لاني تتجوز واحد يترفع الرأس ما هيك؟ أنا شو إلي علاقة بخلافاتكم؟ ما دخلني؟ يعني دولوري وحدة عواصل بيناتكم؟ إيفا؟ الحمد لله بخير، الله يسلم رياض لازم بها الكاميوم مباشر مشروع كفرسوسي هيك رح نعمل إن شاء الله طيب مستودانا مو ناقصوا مواد كتير أنا عم حاول جيب مواد أكتر من حاجتنا لحتى ما ننقطع بزبوط، بزبوط رياض إذا المواد مع ما تصله أو حد عم يناقص عليك بالطلبيات خبرني مباشرة مكملك الناس محاضر أهلي سيد رياض أهلي سيد رياض أهلي سيد 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 عيفة رياضة على كل حال راجئ إحساباتك وإذا نقصك شي خبرني هي طبعاً لحا أعمل هيك بتحب تقول شي يا بعمير؟ لا لا السلام عليكم عليكم السلام أعمل شرط للمستودع وشوف شو جبنا وشو استهلكنا يعني يعني فوت على المستودع وحاسبه لرياض؟ إيه؟ بس أنت منبع علينا أنه ما نحكي مع رياض أو حتى نحاسبه أو نراقبه عم أقل لك أعمل لي شرط ولا ما بتعرف معنات الكلام؟ حاضر حاضر أبو أمر بس اسمعه بتعمل الجرد وما بتحكي مع رياض أو مع حدا أي كلمة وبتحط النتائج هون على طاولتي وما بتجيب سيري لحدا سميع مفهوم؟ مفهوم أبو أمر مفهوم وأوعك وأوعك تحكي مع رياض أو تلمح له بشي وإذا شفته الدايق أو رح يزعل أو الظن أني عم أشك فيه فورا بتوقف الجرد ربطت يا أبو أمر عم تطلب بني أعمل جرد للمستودع بدك يعني ما أحكي مع رياض؟ أعمل متل ما عم أقلك حاضر البابا فيكن تجو إيمتا ما بدكن بس تعطونا خبر عظيم سوزان عظيم أسليكي يمكن إجيكي بتطعم على قد حالوها أو أميس وبنطلون ليش بقى؟ شو ليش؟ أخي رياض اعطاني شوية مساري ما بكفوه يعني يدو بيجيبوا هيك طاقم كيف ما كان أو أميس وبنطلون لا لا سامر بدك تجيبه أحسن طاقم بابا بيحب الأناقة هلا الأواعب الأيام معادة مشكلة الشباب عمل بس سبور وماشي الحال بدك تجي تخطبهم أنت لابس سبور بدك بابا يرفضك يعني طيب شو عميل خلص كاستك وأمان بعطيك شوية مصاري بتحطهم على المصاري اللي معاك بتجيب طاقم مرتب أميس وبنطلون وغرافي شو هنحكي سوزان أنا ما بأخذ منك مصاري هلا ما في فرق بينتنا مصبوط ما في فرق بس وين صارت هي أنه الشاب يأخذ من خطيبته تحت زعلني منك ها وليش تحت تزعلني مني إلا أنه صار عم تحكي مثل أهل أول الرجال ما لازم يأخذ من الست يعني هالحكي هاد انتهى من زمان لأي أنت بدي ضل فهمك يا حضرة الطالب الجامعي عقوم ما عقوم حاجة أفكار قديمة وخجل بقى ايه أنت حطيت بالك أنه الخطبة بدي مصاري كتير يعني على الفوتة والطلعة هدية بكل مناسبة بدك هدية يعني شو بدك دبر حالك وكيف دي دبر حالي هذا هو الحكي حط بجيبتك مليون وكسر عينه للدكتور عقيل أخي جميل أطلعنا هالبواب هنوبوا هاي بواب المليون وكسر عينه للدكتور عقيل شو أصدر شو أصدر يعني هلأ إذا حكينا بلغة التجارة بتزعل مني لا مين لك بزعل منها هاي اللغة اللي أنا بحبها هات لأشوف أخي حصتي عم تغلى وهي قاعدة محلها يعني هلأ صارت التسوى تقريبا قديش قلتلي أخي مليون لا صارت التسوى مليونين وهلأ صارت التسوى أكتر كميل وزا بعد حصتي أخي رياض رح يزعل مني وإمي رح تزعل مني أكتر ايه وزا زعلوا مني بجوزي ألعوني من البيت حدي أصلا يا أبو سمرة أهلك متعودين على تقليع أولادهم إذا ألعوني بصير مسؤول عن حالي بس هلأ هن المسؤولين عني يعني يعني عم تقطع برقبتون ومليونك مخبأ مليونين حلو وين وين أي مجايلة ويعود لا خليني روح حتى ما تزلقني زلقك انت بتزلق انت ايه بتزلق بلد وكرمال فهلويتك هيلك أبو سمرة رح أشتري لسوزانة هدية محرز كتير الله حياك اي لا بدك تفاهميني شو عم يصير شو في من وراي ما في شي خالتي وعم تقولي ما في شي انتي وأبوكي صاريخ غير شكل بتوتوتوا من وراي فوت لعندكم تقطعوا وحكيكم بيكون قاعد عم يحكي معي بصير بيصفن بتجيكي تليفونات بنصاص الليالي وما بيقول شي عبد الله بذاته يجي تليفون لبنته بالليل ويقل لها تعي احكييك عادي صديقتي وحكيت معي هذا اللي ماني مصدقته لما كان عمر يجي تليفون ساعة عشرة بالليل كان يجي أبوكي ليأكله بقى قليلي شو مخبين عني صدقيني خالتي ما في شي لا تكوني عم الدبريلو جواذي لأبوكي احكي حتبكي حالو حالو ايه ايه طيب طيب بخصصي أعطي بخصصي أعطي بخصصي أعطي اشتركوا في القناة حالتك بهالكم يوم ما عم تعجبني الهام من اي انت بترفعي صوتك بالحكي معي اذا كنت متضايقة من شان ابنك سافري لعندو ودا يسافرني حتى يفضع له الجو طيب خاطرك يا خيرياط الله معك مع السلامة مع السلامة اشتركوا في القناة شوفي سوزان انا شغلتك مع سامير مالي مرتح لها لذلك قليله يأجل جيته هو اهله لغير وقت يعني لليل ما تجي ماما من السفر لا تتقرج من جامعة بابا ليش رجعت بكلامك لاني ماني موفي على الخطبة فهمتي وبسترجع ماما ما بتحكي معا ولا كلمة على الخطبة فهمتي شغلتلك يلا عندك لي شوفي سوزان انا بكيتي ولا ما بكيتي مالي موفيه شو ساوينا بعدي فتحنا لك تليفون ايه بس فكرت ساير معك شي خليتيني ايجي لعندك ركض ما شفت طريقي قدامي تاركتيني هون بين اربع حيطان وبتحتب علي لما بفتح لك تليفون رح جنن لحالي تليفوناتك رح تجنن خالتي ام عامر خايفي على خالتك ام عامر امو خايفي علي بعدي انا خايفي عليكي بس ما بدي ابي حس انك صرت عبق تقيلة علي بس انتو عند تركوني لحالي تارفي شو معنات الوحدة تقعد لحاله لعن بقدر اكل ولا نام ولا اقعد ما بقدر نام لحتى اخد حبة منوية بحط الأكل بابعو كل امتين بفتح تفزيون برجع بسكره لو كنت رجال كنت على الاقل بقدر فوت واطلع على حريتي بس هيك انا رح اجن لحالي ما عم بقدر اتحرك طيب انا ما عم بجي لعندك شو عم تجي لعندي بعدي بالاسبوع مرة وهيك حطف خمس دقايق تعرفي ليش؟ لانا بتهزيلي بدني كل ما اجيت لعندك بس انتي ما عم تعدي وانا رح جن لحالي شو عمي؟ استجن لك ناس يجو سلوكي؟ لا انا عندي حل احسن من هات شو هو؟ يرجعني ابوك على عصنتو